دشن محافظ القاهرة إبراهيم صابر بالتعاون مع جامعة الأزهر مبادرة زراعة ألفي شجرة مثمرة في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وتأتي زراعة هذا العدد من الأشجار بجميع المحافظات لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتبلغ تكلفة مبادرة 100 مليون شجرة 3 مليارات جنيها وتستهدف نحو 9000 موقع بالمحافظات على مساحات تصل إلى أكثر من 6000 فدان لتكون غابات شجرية أو حضائق تعتمد على مياه الصرف المعالج المبادرة اللي بتقدمها جامعة الأزهر دي مبادرة رائدة أن هم يشتركوا معنا كمحافظة في أن هم نزرع ونزرع حوالي 3400 شجرة مسمرة طبعا محافظة القاهرة من المحافظات التاريخية الكبيرة اللي فيها تنسيق حضاري ومن ضمن أهداف التنسيق الحضاري التشجير والبيئة والحفاظ على البيئة هذه المبادرة نسعى دائما بشباب الجامعة وبأعضاه تدريس في الجامعة أن تستمر وهذا النشاط أو زراعة الأشجار المسمرة وغير المسمرة هي الرئة التي نتنفس منها جميعا لتنظيف الهواء والحفاظ على الشكل الحضاري لبلدنا الحبيب